للمرة تانية خلال 3 شهور تقريباً الجيش يشتبك مع أهالي منطقة جميمة في مطروح عشان يطردهم من أرضهم ويسلمها خلصة مخلصة لحشام طلعت نصطفى ومن وراء الإمارات عشان يكملوا مشروع ساوث ميد السياحي اللي هو جزء من مشروعات رأس الحكمة بعد ما اتبعت للإمارات الجديد هو أن الجيش المرادي داخل يخلص حتى لو هيضرب نار على الناس لأنه شريك في المشروع وعشان التفاصيل مهمة خلينا نحاول نعرف بالضبط إيه اللي حصل وبيحصل بين الجيش والأهالي في جميمة من أكتر من سنة وشهر في عدوان صهيوني على غزة جنبنا وعلى حدودنا وكذا مرة الاحتلال يقصف نقط حدودية مصرية ويقتل عساكر مصريين وكلنا فاكرين من كام شهر لما الاحتلال اشتبك مع عساكر مصريين في نقطة على الحدود وقتل منهم اتنين والمتحدث العسكري طلع وقال عنهم عناصر تأمين الفكرة أن من بداية الأحداث دي كلها وفيه سؤال سازج الحقيقة بيقول هو الجيش المصري فين من ده كل؟ لأنه إذا ما كانش مهتم بغزة كامتداد للأمن القوم المصري فهو فين من قتل إسرائيل عساكرنا وفين من احتلالها المحور في الأدلفين ونظرا لأهمية السؤال كتير مننا نوروا كشفات الموبايلات ونزلوا يدوروا على الجيش المصري بس برضو محدش لقى لأن الجيش متنطور في مناطق الاستثمارات الإماراتية والسعودية بصفته شريك ليهم وهيئته الهندسية وجهز المشروعات بتاعه هم اللي بينفزوا المشروعات دي وبيطلعوا منها بملايين الدولارات عمولة وأثناء ما الناس الطيبة بتدور على الجيش اكتشفنا أن جزء من الجيش اللي احنا مستنيينه يدافع عن حدودنا مالهي في تهجير أهالي حتة في مطروح اسمها جميمة ودي جزء من منطقة الضبعة اللي النظام بقاله سنين بيقوله أنه هيعمل فيها مفاعل نووي والضبعة امتداد لمنطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط اللي اتبعت للإمارات عشان تعمل فيها منتجعات عالمية للأجانب والسياح العرب وما تفهمش إزاي النظام بيعمل مفاعل نووي في الضبعة اللي أغلبها دخل في مشروعات سياحية يعني أي مشكلة في المفاعل ده هتعمل كرسة في المشروعات دي بس عموان ده موضوع تاني يعني موضوعنا النهار ده هو أن يوم الاثنين قوات من الجيش رحت لتاني مرة خلال ثلاث سهور عشان تبلغ دفعة جديدة من أهالي جميمة أن هم لازم يسيبوا بيوتهم وأراضيهم وعشان ترفع المساحات والمقاسات من كذا مكان هناك لأن زي ما قلنا الهيئة الهندسية بتنفذ مشروعات سياحية تحت إشراف الإمارات القوى العسكرية كانت من الهيئة الهندسية ومعها تلات مدرعات الأهالي اعترضوا ورفضوا يدخلوا القوى العسكرية للمنطق على أساس أنه لسه التفاوض مع الحكومة مخلص بخصوص التعويضات اللي المفروض تتصرف لأصحاب الأراضي والبيوت اللي هيتم تهاجرهم منها القوى العسكرية أصرت على تنفيذ مهمتها والكلام ده طبعا أدى لاشتباكات من القوى والأهالي واتقبض على أربع من أبناء جميمة بالتالي أهل المنطقة حاولوا يخرجوهم من المدرعات اللي اتحجزوا فيه وهنا الاشتباك مع الجيش زاد فما كان من جيشنا الوطن العظيم إلا أنه ضرب رصاص حي على الأهالي خلال الاشتباك من الجيش والأهالي سكان جميمة كانوا بيحدفوا القوى بالطوب طوبة من دول جيت في ظابط جيش عوارته وطبعا إزاي مواطن مدني يحدف طوبة على ظابط حيالله جاي يسرق منه أرضه راح الباشا واخد بندقية عسكري من العساكر وضرب منها طلقة جيت في كتف واحد من الأهالي نتيجة ده الدنيا واللاعت أكتر والناس بقت تجري ورا مضرعات الجيش اللي نزلت هجرهم فالمضرعات جريت من قدام الناس وأسنعما المضرعات بتهرب من قصاد الأهالي اتنين من المقبوضة عليهم هربوا ولسه الاتنين التانين محجوزين لحد دلوقتي ودي تاني مرة الجيش يقبض على سكان من أهالي جميمة أول مرة كانت في إبريل اللي فات لما قبض على تمانية وأفرج عنهم في يونيو هنا بقى السؤال المهم إيه اللي يخلي جيش أي بلد يضرب رصاص حي على ناس المفروض من شعبه الإجابة ببساطة هي أن الجيش ده البوصلة بتاعته انحرفت وعقدته اتشوهت وبقى جيش حاجة تانية غير الدفاع عن الأرض والحدود والناس وفي حالة الجيش المصري دلوقتي تحديدا يعني فهو بقى السمسار الراضي بيستغل سلاحه عشان يخلي أي حتة لإمارات ورجالتها يشاوروا عليها مقابل العمول اللي هتاخدها شركات الجيش ويريد بعد كل ده الزباط العاديين والعساكر المجندين هياخدوا منها حاجة ده هتتوزع على القيادات والهيئات الكبيرة ومش هيفضل للزباط والعساكر دول غير الفضيحة والزنب اللي هيقابلوا بي ربنا في الآخر خلونا نرجع لجميمة المحنة اللي فيها أهل المنطقة دي بدأت من 2020 لما مجلس النواب غير القانون اللي بينظم نزع الملكية الخاصة عشان المنفع العام ود لرئيس الجمهورية وأي حد يفوضوا الرئيس الحد في تقرير إيه هي المنفع العامة من غير أي ضابط قانوني يحدد المصلحة اللي على أساس هتتحدد المنفع العامة دي بالتعديل ده في القانون حصلت كمية الجرائم الرهيبة اللي عشناها السنين اللي فاتت في نازع ملكية بيوت الأهالي حوالين الطريق الدائري وفي عين الصيرة ومسلس مسبيره والحي السادس ومبابق وغيرهم بحجة توسيع طريق أو إنشاء كبري وهكذا الحاجات دي كلها كانت مجرد اختبار لتوسيع مفهوم المنفع العامة وتأييفه على قد سمسارة وعمولات الجيش وفعلا في يوليو السنة اللي فاتت نزلت لجم من الجيش عشان تعمل جرد وحصر ورفع مقاسات في جميمة ولما الأهالي سألوهم عن السبب قالوا لهم إن فيه مشروع هيتعمل في المنطقة بس اتبع المحافظة وما جابوش سيرة إخلاق أو تهاجير ومش محتاجة أقول لك إن دي كانت كدبة لأن ما كانش ينفع يتقلل الأهالي إن هم هيتهجروا لصالح هشان طالعة مصطفى والإمارات لكن في يناير اللي فات وزير الدفاع وقتها محمد زاكي إدى تكليف للجيش بإخلاق آلاف السكان من منطقة جميمة وفي المرة دي الناس بدأت تسمع إن فيه مشروع إماراتي كبير ماسكه هشام طالعة مصطفى من اللي كان محبوش في قضية قتل سوزان تاميم والسيسي أفرج عنه بعفو رئاسي في 2017 ولأن ما كانش ينفع من أول لحظة يتقلل الناس إن هم هيتهجروا عشان خطر عيون هشام طالعة والإمارات فالقرار بتاع محمد زاكي نص على تخصيص 23 مليون متر مربع لصالح القوات المسالحة بعدها نزل التاني لجان من الجيش عشان تعمل جرد وحصر بالأراضي والبيوت اللي هيتم إخلاقها وترفع مأسات ومساحات والمرة دي أهالي المنطقة اللي ما سألوا عارفوا إن أي نعم الهيئة الهندسية للجيش هي اللي بترفع مأسات المنطقة لكن ده عشان هي اللي هتنفذ مشروع اسمه ساوثمد بالتعاون مع هشام طالعة مصطفى لما الأهالي لقوا نفسهم قدام أمر واقع طلبوا اجتماع مع المسؤولين في مطروح ولأن مطروح محافظة حدودية فالمخابرات الحربية لها نفوز كبير فيها عشان كده الأهالي اجتمعوا مع المحافظ ومعه مدير مكتب المخابرات الحربية في المحافظة وتفاوضوا بخصوص التعويضات اللي هيخدوها عن أرضهم وبيوتهم المفاوضات اللي كانت سرق أعيني عينك لأن النظام عرض على الأهالي 9000 جنيه في الفدان في الوقت اللي كانت الحكومة بتبيع الفدان في رأس الحكمة اللي جانب جميمة بـ 45 مليون جنيه أهالي جميمة قال لك نمسك العصائي من النص وطلبوا 20 مليون للفدان فطبعا الدولة قلتهم كلمة أبيحة السرق اللي بتعرض لها أهل جميمة كانت كمان في سعر متر البيوت لأن المخابرات الحربية اللي متولية التفاوض معهم عرضت عليهم 2500 جنيه للمتر بينما في رأس الحكمة اللي جنبهم هشام طلعت في يوليو اللي فات كان مسعر المتر بأكتر من 180 ألف جنيه وهنا برضو هنكتشف إن الجيش بيعمل سمسرة جوه السمسرة لأنه مش رضي يسيب الأهالي يتفاوضوا بشكل مباشر مع هشام طلعت وده يخليك تشك على طول إن الجيش بياخد عمولة حتى من مبالغ التعويضات اللي متفق مع هشام طلعت عليه وده اللي يفسر كمان ليه الجيش عاوز يخلص كل حاجة بسرعة قبل ما الفضي حتكبر أكتر لأن من كام يوم كان فيه جلسة تفاوض جديدة بين أهالي جميمة ومكتب المخابرات الحربية بتاع مطروح والجلسة خلصت عليها ولا حاجة وكان الاتفاق إن التفاوض يستمر لكن فجأة الأهالي لقوا القوة العسكرية اللي نزلت يوم لاتنين عشان تكمل رفع مأساب بالعافية ولما رفضوا اشتبكت معهم وضربت عليهم رصاص حية الفكرة هنا إن النصب اللي بتعرض ليه أهالي جميمة على إيد الجيش جاي في وقت يعني هشام طلعت فيه عمل مكاسب خيالية من مشروعات ساوثميد اللي على أرض جميمة اللي لسه أهلها رفضين التنازل عنها من غير ما يوصلوا الاتفاق بخصوص التعويضات مكاسب هشام طلعت حصلت بمجرد طرح المشروع هو لسه رسمع الورق في يوليو اللي فات وفي خلال ستة أيام بس في يوليو هشام طلعت بقى وحدات في المشروع بربعة مليار ومتين مليون دولار ومصطفى مدبولي في حفل إطلاق المشروع قال إن حجم الاستثمارات فيه حوالي تيرليون جنيه وفي نفس الحفلة هشام طلعت قال إنه متوقع إن مبيعات المشروع توصل تيرليون وستمائة مليار جنيه الأرقام دي بتقول لنا كذا حاجة الأورينية هي إن عمولة الجيش في السبوبة دي أكيد هي كمان خيالية وبالتالي مش هيتسامح مع أهل جميمة ومش هيسمح لهم يلعبولوا في المصلحة السوق عادي وده معناه إن هجماته على الأهل هتتكرر وممكن تكون بدموية أكتر الحاجة الثانية هي إن الأرقام دي بتفسر لنا ليه الجيش رافض السمح للأهل بالتفاوض مع هشام طلعت مباشرة لأن هشام طلعت كرجل أعمال وخصوصا بعد ما باعب أكتر من أربعة مليار دولار والمشروع لسه على الورق غالبا ممكن يقبل يزود التعويضات للأهل عشان يخلص من وجع الدماغ ويبدأ شغل عشان الأمور تمشي وبعدين هو مش هيدفع من جيبه لأنه مجرد وكيل للأمارات اللي داخل المشروعات دي كلها بإسمها وفلوسها وكواجهة ليه الحاجة الثالثة ودي ما تقلس خطورة عن تهجير أهل جميمة هي هل المصريين ونقصة دهنا المصريين المرتاحين هل معاهم يشتروا في ست أيام بس بربعة مليار ومثلين مليون دولار في المشروع واحد بس أكيد لا بالتالي المبيعدي أكيد من نصيب أجانب أيا كانوا بقى أوروبيين أو خليجيين أو حتى إسرائيليين ودوارد برضو المعنى ده قالوا صراحة هشان طلعت في حفل إطلاق المشروع ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في عدد السياح الوافدين من الشرايح الأكثر انفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي للمشروع الثاوس ميد الواقع بين كيلو 165 إلى كيلو 170 غرب الأسكندرية حيث أستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو ثلاث ساعات في متوسط وصولا إلى مطار العالمين الدولي الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع نقطة كمان وهي أن بعد ما المشروع اتباع منه كل ده وهو لسه على الورق كده الحكومة بقت ملزمة إنها تنجزه وتمكن الإمارات وهشام طلعت من الشغل فيه وإلي هتكون فيه التزامات ضخمة على النظام لأن دي اتفاقات دولية وفيه أشروع جزائية ضخمة ومفاشي زار وده معناه برضو إن الدولة هتطحن الأهالي عشان المشروع يخلص ماه مكان التمن خصوصا وإن النظام واقع وبالذات بعد زيارة مدير صندوق النقد المصر واللي واضح إنها كانت زيارة إيجابية بالنسبة للنظام والصندوق طبعا مش لي نحنا لأن الطرفين بعد الزيارة للقطاع الخاص السيسي بيستغلوا في تجميل منظره وصد الصندوق عشان يقول يعني إن القطاع الخاص في مصر شغال هزعي الفل الكلام اللي فقد ده كله بيأكد إن فيه جولة قريبة لأهل جميمة مع الجيش الجولة دي ربنا يعيني الأهالي عليه لأن الدولة داخلها كمعركة صفرية يعني هي يا الأهالي عشان كده لو حبينا نلخص أسباب كل اللي بيحصل ده في السبب واحد رئيسي مش هنلاقي غير انحراف الجيش عن مهمته وتحوله لسمصار التحول اللي خلق صاحب مصلحة في الدوس على الغلابة لأنه بيأكل من وراهم الشهد ومن غير دوره كسمصار كان النظام هيدير علاقته بالناس بالأدوات التقليدية زي الداخلية والنيابة والقضاء ودي كلها أدوات ممكن الناس تتعامل معها لكن اللي محدش يقدر يقف بصاده هو الجيش عشان كده المعركة الصفرية بين الدولة وأهالي جميمة أو غيرهم بالمناسبة يعني ما لهاش حل غير ان الجيش يفهم انه بيخسر المصريين جزء جزء قبل كده في سينة والوراء والنهاردة مطروح والكل جاي في السكة الجيش لازم يفهم انه بيقود البلد لتفسخ ودمار اجتماعي مش هينفع تقوم بي دولة إلا بقى لو كان ناوي بعد ما ينزع الأراضي الحلوة ويسلمها للإمارات ورجالتها يعمل حواليها صور عازل ويقعد هو مع الأغنية ويسيب الناس تاكل في بعضها ترجمة نانسي قنقر